من صنعاء إلى عدن انقلاباني وعدو واحد حرية التعبير حقيقة تؤكدها الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا المجلس الانتقالي التابعة للإمارات ضد مقرات الإعلام والصحفيين بعد انقلابها على الحكومة في العاشر من أغسس الحال صحيفة الرابع عشر من أكتوبر أولى الصحف الرسمية التي فرض فيها المجلس الانتقالي سياسة تحريرية جديدة تعتمد ترويسة باسم الرئيس الزبيدي بدلا عن الرئيس هادي وصدرت أعداد الأيام الماضية كناطقة باسم الميليشيا الانقلابية والتي شرعت في منع العديد من الصحفيين العاملين في الصحيفة من ممارسة دوامهم وسر الأمر على بقية المؤسسات الإعلامية مثل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء اليمنية سبا وضع الحريات الصحفية بعدا جعل نقابة الصحفيين اليمنيين تعبر عن قلقها على الوسائل الإعلامية وموظفيها وأوردت النقابة في بيان لها بعض الانتهاكات التي مارسها المجلس الانتقالي بحق الصحافة والصحفيين وأدانت النقابة منع الموظفين العاملين في تلك المؤسسات من ممارسة أعمالهم النقابة في بيانها قالت بأنها تلقت بلاغات بحدوث انتهاكات ضد الصحفيين حيث تم اقتحام منزل علي صالح العيسي الصحفي في صحيفة الرابع عشر من أكتوبر والعبث بمحتوياته في الوقت الذي قامت فيه بملاحقة الصحفي أحمد ماهر على خلفية كتاباته وأرائه الطريقة التي تعاملت بها ميليشيا الانتقالي مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية أعادت للذهن مشاهد انقلاب سبتمبر 2014 حيث قامت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح باقتحام التلفزيون والإذاعة ومقرات الصحف الرسمية والأهلية واعتقال وملاحقة الصحفيين وكذلك تفعل الآن ميليشيا الإمارات في عدن وهو ما يبقي الصحفيين بلا مكان آمن بعد أن ضاقت بهم صنعاء وعدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر